يواصل كورونا زحفه الحثيث بخطة واثقة غير آبهم بنظرات الرعب التي ترتسم على وجوه ضحاياه وهو ينتزع أرواحهم بلا رحمة مكملاً مسيرة أسلافه من الفيروسات حيث لا تحده حدود ولا تقف في وجهه معابر يجتازها بثقة فيما تقف الجيوش عجزة عن مواجهته وإن كان فردا حتى أدخل الرعب في قلوب الملوك والرؤساء والساسة منظمة الصحة العالمية صنفته وباء عالمياً بعد انتظار لما تأول إليه جولته بين الشعوب بعد أن تضاعفت الإصابات به خارج الصين 13 ضعفاً خلال أسبوعين إذ سجلت أوروبا 930 حالة وفاة و22 ألف إصابة حسب وكالة الصحافة الفرنسية تقطعت أوصال العالم وأغلقت حدود ومطارات وموانئ وأصبح العابرون منها ترقبهم العيون من كل جانب علّى أحدهم يخطئ بعطسة أو تبدو عليه علامات الإرهاق والتعب ليؤخذ فوراً إلى الحجر الصحي الصين ثم إيران وإيطاليا وفرنسا سجلت 90% من الإصابات حول العالم وفق منظمة الصحة العالمية لواصل كورونا زحفه إلى العراق ودول الخليج وشمال إفريقيا مروراً بألمانيا وبريطانيا وهولندا والولايات المتحدة وعشرات الدول والمدن الولايات المتحدة أوقفت الرحلات الجوية منها وإليها فيما أوقفت إسبانيا جلسات البرلمان إلى إشعار آخر وتحولت إيطاليا إلى بلد أشباح إذ أغلقت عشرات المحال والمجمعات التجارية بعد تفشي الوباء رعب في كل مكان ونظرات حذيرة وترقب شديد وإقبال على الصيدليات لشراء الكمامات والمعاكمات الطبية بينما ابتكر كثيرون طرقاً جديدة للمصافحة خشية انتقال العدوى فتقطعت الأواصر بسكين الخوف ورسم كورونا مسافات بعيدة بين الأصدقاء على قربهم ليشتت الشمل ويبدد صلاة المودة بينهم إلى الحد الذي أصبح بعضهم يقول لك فيه إن رمت مصافحته لا مساس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت خلال مؤتمر صحفي في برلين عن إمكانية انتشار الفيروس بين 60 إلى 70% من الشعب الألماني فيما كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن البلاد سجلت أعلى نسبة وفيات في العالم بالفيروس نسبة إلى عدد الإصابات بواقع 10% من مجموع الإصابات الكلي في وقت لم يرد فيه العراق ضمن البلدان العربية القادرة على مواجهة الوباء وفق مؤشر جلوبل العالمي ترجمة نانسي قنقر